عزيز المشجع الجميل رحب معي بالكابتن أسامة المالتي أسامة المالتي المعروف بأسلوبه المتدني والرخيص دايما ومالتي ليس لذلك يسميه على فكرة وهو الذي يحب بأسلوبه مالتي دايما باستمرار ربنا يدمها عليه كابتن أسامة المالتي معروف بهجومه الشديدة على الأهلي وأسلوبه المتدني كما قلت لك وأنا بقلب كده بالصدفة أتجد أن يتكلم على صفحة وليس صفحته لأنه الراجل أصلاً ليس معروف فالكابتن طريق السيد مدينه الباسورد بتاع الصفحة بتاعته قالوا عليها شوية متابعين كده خد يادية مالتي اتكلم فيها وقول اللي انت عايز ومين ساعتها؟ مالتي بيه عمال يطلع بقى بشوية فيديوهات وليفات ومحتاجات لحد زي ما بقولك كده النهاردة بقلب لقيلك مالتي بيتكلم على محمد شريف وبيهاجم إدارة النادي الأهلي بشدة قوي ما تفهمش ليه؟ تعال بقى نسمع كده المالتي بيقول ايه عشان نعرف نرد عليه سوا اسمع المالتي بيقول ايه؟ نجي بقى لمحمد شريف طبعا كلهم مستنى يتكلم على محمد شريف اوه مدام انتوا رجالة كده والنادي بقفش على حد والنادي عمو الواف على لاعب ولا مدرب وأطول عمو الرادي لأصحاب بطولات ومبادئ وقيم لو رجالة سيبوا محمد شريف لو انتوا رجالة وفعلا النادي زي ما انتوا بتقولوا كده سيبوه محمد شريف عم يتقطعه فيه في الإعلام واتقطعه الجميل يقطع فيه وقدر يقطع فيه تا ما تسيبوه يا عم ما انتكلمت القيمة الأصحاب ويحش قلت انك مش عايزه ما تقول انت كمان انت مش عايز محمد شريف يا عم ما تقول يا عم والله مش تنيها من املك بس انا مش اتكلم اه 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 ايجاب كلم مش اتكلم والله المعلومة وصلة لو انتوا رجالة سيبوه وانتوا تنفوش على حد الله عليك يا مالتي بيه اولا يا مالتي بيه الجمهور الاهلي مهاجمش محمد شريف انتقدوه وفيه فرق ما بين الهجوم والنقد لان دايما جمهور النادي الاهلي اي لاعب مستوى بيقل بيشد عليه شوية عشان خاطر يجيب اخره ويفضل يزيد عشان خاطر في الاخر النادي الاهلي يحصل على البطولات ويحقق انجازات وده سر وكوة من اسرار جمهور النادي الاهلي اللي انت حضرتك ما تعرفش عنها حاجة خالص اما بقى حتة مارس الكولر بيقطع فيه فالراجل ما قطعش فيه نهائي بل بالعكس في هذا المطش اللي هو المطش البنك الاهلي اللي ضيع فيه هجمتين او انفراضين الراجل طالع وتكلم عليه بشكل جيد جدا وقالك ان محمد شريف لائب كويس جدا وبالعكس محتاج الثقة في نفسه ومنزل حتي تصريح له قدامك اهو والراجل كمان بيأكد ان محمد شريف تالت واحد في الهدفين في النادي الاهلي فاذا الراجل مش بعيد عن التهديف ولا هو وحش ولا هو سيء ولا الراجل مش عايزه فبلاش تتكلم باللهجة دي اما بقى نقطة الرجولة ولو انت رجالة سيبوه ومش عارف ايه ايه الرجولة في ان انا اسيب لاعب عقده معي سنة ونص وهل هو محمد شريف اصلا طلب ان هو يسيب الاهلي مثلا ما حصلش جبت منه للكلام ده ما تفهمش طب انا راجل اسيبه ليه طيب اسيبه ليه وايه الرجولة في ان انا اسيبه وما اسيبوهش ليه بتدخل الامور في بعضه بتلبسها تلبيس كده يعني مش لطيف او انتك منك متعود على الكلام ده وزعلان قوي من محمد شريف واللي عمله محمد شريف اول ما جاء النادي الاهلي وافكرك به محمد شريف قبل ما يجاء النادي الاهلي كان معروض عليه الزمالك بس وكان خلاص قابق كوسين او ادنى ان يمضي للزمالك لانه العرض الوحيد اللي كان متقدم له ساعتها لما كان في وقت دجلة كان للزمالك بس واول ما الاهلي دخل على الخط قالك لا انا اخترت الاهل حتى لما طلع في برامج تلفزيونية صرح بالتصريحات دي وده تقريبا التصريحات اللي وجعتك وزعلتك انه هو فضل النادي الاهلي رغم انه تقريبا عرض نادي الاهلي ما كانش مخري قوي عن نادي الزمالك اللي كمان الزمالك كان مقدم قبل الاهلي ولكن اللاعب اختار وفضل النادي الاهلي فضل التاريخ وفضل انه ياخد بطولات وفضل حاجات كثيرة قوي انت متعرفش عنها حاجة يا مالتي بيه لكن انك تطلع دلوقتي وتتكلم بالقصوب المتدني ده ولو الرجال هسيبوه ومش عارف ايه ومدرك ايه عشان خاطر يعني الوقت الحلوي يعني اللي خاف انا ما شيف انت لو راجل خلص فيه ما خلصتش ليه فيه ولو كنت راجل ما انت كنت خدته من الاول ما لو مشنا بقى في نفس اللهجة وبنفس التكنيك بتاعك يعني ولا ايه لكن احنا ناس محترمة ومشنا نقول نفس اللي انت بتقوله ومنرد عليك بالادب والاحترام اما بقى حتة امام عشور وبيقولك ان امام عشور مش هيروح الاهل اسمع كدة بيقول ليه امام عشور والله العظيم والله العظيم هم اهم عشور له هيدين مليون جنيه في اليوم مش عريحي اندلاء يا راجل يعني لو الاهلي هيدينه مليون جنيه في اليوم مش هيروح برضه الاهلي طب خلي الايام تثبتلينا ونشوف وهل بقى ساعتها هتحلقه اقرع ولا هتعمل ايه هنشوف وفي نهاية الفيديو بديفاش تعمل لايك وشير والامرواح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته